شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان ومنح الرئيس السيسي وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس هذا وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساوى وضمان الحقوق وفقا للدستور والقانون ومشيدا بدور المؤسسات والهئة القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن اشتركوا في القناة